السلام عليكم ورحمة الله كنت قد نشرت سابقا بعض التسجيلات عن الحق في إثبات صفات الله تبارك وتعالى ردا على أهل الكلام فعلق بعض أولئك المبطلين من أهل الكلام هدان الله وإياه وسألني متحديا أن أبين معنى قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم فاخترت هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى الذي قال ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة تبارك الله وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وانصر من اتبع هدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته